اسلام هبدأ معاك شفت المباراة زي النهاردة يعني بص مطش قرب الاهلي كتير جدا من الدوري تكاد تكون الدوري انتهى كلينيكيا يعني اعتقد حتى لو كولر نفسه اتكلم في المؤتمر الصحف ان فرص لسه الاهلي لسه الدوري ما تحسامش جيم عن مجمل الباكيج اللي اتعاملت في عشر تيام الاهلي يستحق الفوز في المباراتين مطش النهاردة تحديدا عجبني جدا كولر في نقطة معينة ان غير كتير في طرق الضغط والاماك اللي بيضغط فيها بناء على موقفه في الجدول بناء على ان بيرامدز هو اللي محتاج الفوز اكتر فالاهلي غير كتير من اسلوبه ما بقاش بيضغط من قدام طول الجيم بقى يرجع من وراء شوية عمل جيم خطف هدف بزكاء كبير جدا من امام وصمه وسامة ابو علي بلتركة اللي عملها كولر طول المطش هكلمك كمان على فنيا انتفصيل طب بس برضو عايز اسمع رأيك بشكل مختص يا محمود علم القاصب بيرامدز يعني اصطدم بحقة سد هو النادي الاهلي بيرامدز عمل كل اللي عليه طول الموسم وجيف اهم مباراتين في الموسم خبط في النادي الاهلي وقوة النادي الاهلي وتمرس لعبة النادي الاهلي طبعا مبارات النهاردة هيشبه ازاي مباراة اقصائية في اسبوع واحد بتلعب مباراتين كأنك بتلعب في دولة ابتالة افريقيا زعبوا اياب بالزبط النادي الاهلي تفوق كل التفوق التامع في المباراتين وده يخد ده لأن المدير الفني بتاع بيراميدز كان أخطأ كتير جداً بداية المباراة والتغييرات والمشاكل دي كلها ففي مارسل كولر التفوق كالعادة مش جديد على مارسل كولر وأرجع التانية كريم وأكد على قوة سكواد النادي الأهلي اللي بيرجح دايماً كفته نهاردة بتشوف أفشا بينزل إمام بيطلع بتشوف ألي ديانج بينزل مرانة عطية بيطلع لعيبة كتيرة جداً في النادي الأهلي المتنوعة بشكل كبير وده اندل على شئ اندل على المنظومة الكاملة بتاعة النادي الأهلي هي اللي مخليها الشكل بتاع النادي الأهلي إن هو كل بطولة بياخدها بيوصل لحد الآخر متحفز جداً ومنتظر الجملة الأولى من جميع فضل رجل للمرة الأولى الأهلي بيكسب بيراميدز موسماه الجديد ذهاباً إياباً في عشر تيام مارسل كولر هو رجل الموعيد الكبرى تغلب بلا شك بلا شك على يوريتش لما يكون مدرب حافظ المنافس أكتر من مديره الفني طبيعي يكسب لما يكون مدرب عارف ومتوقع الأدوات اللي هيشتغل بها المدير الفني للمنافس بتاعه طبيعي يكسب لما يكون التمرس وصل بالراجل لأنه بأي سكواد بأي عدد من اللاعبين مهما يعمل من تغييرات بيشتغل بطهر بيشتغل بخالد طهر بيصاب بينزر دا سليم بيشارك في الجول الأول بقطعته للكرة من محمد الشيبة نتكلم عليها تفصيلياً الشكل العام للنادي الأهلي عندما قدم مارسل كولر إلى مصر لم يعد هناك منافسين لا بطولة محلية بس هناك بطولة الربط التي لم يشترك فيها النادي الأهلي بيستطيع أي نادي أن يتوج بها لا دوري المصري لا كاس مصر ولا حتى دوري أبطال أفريقيا من وقت قدوم مارسل كولر واختفى كل المنافسين من الساحة أنا هنا مش بكلمك تفهم يا محمود طبعاً على جودة السكواد لكن لما أجي أتكلم على أنه كان السكواد دا موجود في أوقات كتير وما كانش الأهلي بيسيطر بهذه السيطرة ولا الهيمنة مليون في المية لازم أروح للمنظومة مجلس إدارة مع جماهير مع لعابين مع مدير فن كبير قوي قوي يا كريم سألتنا أنا محمود سؤال للحلقة اللي فاتت قلتلي مانويل جوزي ولا مارسل كولر قلتلك لو كامل موسم كمان موسم كمان بنفس الشكل والنصق دا أقدر ساعتها أقولك مين لحد اللحظة بالنسبة لي مانويل جوزي لكن يبقى مارسل كولر سيبقى علامة مضيئة فارقة في الكرة في مصر وما نتكلم فنياً نحن عمليه بنشرح حاجات كتير قوي الحلقات اللي فاتت نهاردة نقولك حاجة جديدة عملا مارسل كولر الله عليك إسلام نبدأ بإيه نفتح بقى تعالى نبدأ بطريقة الأهلي بالمباراة اللي فاتت الأهلي كان بيدغط ضغط عالي من قدام وبيحرم فرمز من الخروج بالكرة وأكيد جيمي وشكل يتكلمه في الموضوع دا كتير النهاردة دغط من قدام شوية وبعدين بدأ يضغط من نص وبدأ الأهلي بطريقة لعب كلها كريم الأهلي ما راحش للجون غير لما بدأ يختف الكرة من نص ملعب خب بقى جنبي كده وبص معنا دا الشكل اللي كان أهلي بيدغط بيه قدام الأربعة أربعة أتنين الطبيعية وسام جنب إمام عشور ضغط عالي كرة دي تكرر زيها كتير جدا بوس كامل عيب من الأهلي أربعة وبظهرهم تلاتة الباكرايت نازل تحت مع الجناح كل شيء يكاد يكون مظبوط في شكل الضغط أيا كان الضغط دامان تومان ولا ضغط بالمساحات كمل الهجمات بعد كده مرة في التانية بدأ يغير كل ده بدأ يلعب كرة طولية لأن يلاقي أن الكرة بتتخذ منه بدري بدري أو ما بعرفش أطلع بالكرة الشكل بدأ يتعامل للأسلوب ده خلاصش النوع بيلعب الكرة طولية على سن فستو ماير يطلع يخدها ولعبيت بيرامدس تايتر على الكرة الثانية ثم بدأ الأهلي يرجع خطوطين لورا وتلاقي وسام أبو علي هو اللي موجود في دايرة نص الملعب والأهلي يضغط من بلوك متوسط من نص ملعب فرقة بيرامدس وده كان نقطة التحول بالنسبة للأهلي في الجيم أنا مش هفضل أضغط على طول أنا هضغط من هنا وحخطف الكرة من هنا زي كرة الجون اللي اتعاملت ان بصوا بقى فرقة الأهلي عاملة زاكرين بصوا سام أبو علي فين خلاص هيبدأ الأهلي هنا يميل دايما يعمل زيادة على الحتة اللي دايما فرامدس بيطلع منها بالكرة وده الغلطة بتاعة الشيبي إمام عشور كمل والأهلي راح يسجل كرة الجون الكرة دي تكررت في المطش فوق الخمس ست سبع تمن مرات عشان كده وانت بتتفرج على المطش ده ما تتفاجئش أن أنا بالنسبالي وسام أبو علي كان هايل في المطش النهار لكن أكرم توفيق مروان عطية هم من نجوم اللقاء بالنسبالي لأن أكتر اتنين استخلصوا الكرة للنادي الأهلي بالمناسبة اللي وراهم على طول وسام أبو علي جابوا الكرة كم مرة في نص الملعب كل مرة بيحاول يطور الهجمة بتاعته بص المنظر هنا على طول دايما هتلاقي الكرة بتتخطف أكرم توفيق الرجل ما بيهزرش يجيب الكرة الأهلي يبقى عنده هجمة على طول طول الوقت كل ما الأهلي بيخسر الكرة هتلاقي أكرم توفيق وإمام ومروان عطية يستقلصوا الكرة بص بص التاكلين ده بتاع مروان عطية وبالمناسبة مروان كان أجازة وكان راجل بيكتب كتابه وفرحه هكيلك كس على مروان لما تخلص الاسترسال دي واحد من أفضل مطشاط مروان عطية بالمناسبة كل مرة الأهلي قدر يخطف الكرة فيها في نص الملعب هنا قدر الأهلي بعد كده يحول الهجمة إلى هجمة في منتهى الخطورة لصالح في رقيته على مرمى بيرامتز يبقى كولر بدل ما يجيب الكرة من قدام قوي زي الماتش اللي فات هجيب الكرة من نص الملعب لأنه عنده اثنين تلاتة لعيبة في النص أقوية جدا يختف الكرة هتجيب الكرة تتحول بعد كده الهجمة كأن حد عمل فخ أنا مش هضغط من قدام غير التركة خليك بقى تعالي من نص الملعب أنا هاخد الكرة من نص الملعب لأن الأهلي مش مستعجل المكسب فالأهلي لعب جيم هو بيحبه طريقة الديفنس اللي من نص دي اضغط انت اهجم انت هقفل لك كل حاجة عشان كده بيرامتز مراحش بهجمة خطيرة عمار ما يجير كورة زلاكة وغير كده هخطف الكرة وأنا اللي هروح أعمل الترانزيشن والتحول عشان أنا نلوصف الجنو وضعي